أفضل 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 ليلة وفاة أحد الأئمة سنعم الله عليهم تشوف الإنسان يروح ملعب كرة قدر أو روح المقاهي ليلة وفاة إحنا لو يتوفى عندنا الوالد أو الوالدة أو واحد من أقربانا هذا تشوف من العيب من العيب نروح أماكن أو ما نحضر الفاتحة مو ليلة إمام معصوم مواكب أنا دخلت مواكب القرى فيها من الآلاف من المئات من الشباب الموكب لا يتجاوز أربعين شخص خمسين شخص مئة شخص وليلة وفاة الإمام الكاظم سلام الله عليه في وفيات الأئمة سلام الله حتى لو ما عجبك الشيار أنا ما عجبني الشيار ليش ما أملأ هذا الخندق المآت مملاحة ليش يروح المقاهي شنو أجاوب لعمة سلام الله عليهم ليلة وفاتهم مصيبة الإمام أو ليلة مولد الإمام الحسين سلام الله عليه أنا في ليلة ميلادي أشوف عندك مطاعم وشغلات أمور ها وليلة إمام معصوم كل البركات اللي عندي في عمري في كل حياتنا احنا الشيعة كل بركات اللي حال على الشيعة اللي حاصلينها أنا كشيعة كل بركات هؤلاء احنا نقاتل لماذا احنا نشرد لماذا اربعة عشر قرن تشريد وقتل وتعذيب لماذا بسبب هؤلاء والبركات التي تحصل كل من خلالهم وما يصير نعرفهم فقط وقت المصيبة ونبتهل ونروح لكربلة ونروح للنجاف ونبكي وإذا واحد مرض من أولادنا لكن وقت الفرح ووقت الرخاء أذل وقت إحياة هذه المياسبات نروح في المقاهي ونروح في الأماكن الأخرى وإذا بعد في مثل ما شاء الله مباراة دولية تكون أفضل من وفاة الإمام الكاظم عدنا أقدس هذا يحتاج إلى مراجع أيها الأحبة قلت لكم يحتاج إلى استنفار ذهني من بداية رجب هاي التساؤلات نطرح على نفسنا